كم من معاني ساقها المولى لنا بسم الله الرحمن الرحيم رسالتنا في هذه السلسلة عن موضوع مهم ومشروع يفترض أن يكون طوال السنة لكن اليوم نجعله بزيادة شوي باهتمام أكثر نتحدث اليوم عن أصل من أصول الإسلام وهو بر الوالدين من أعظم الأخلاق وصية الله بعد توحيده أن يبر الإنسان والديه قد تقول لي قد تقولين أنني بارم بأمي وأبي كل يوم في السنة صح لا أشك بهذا لكن اليوم نبي نسوي شيء جديد لهذه الأم الأم التي لو لاها ما وجدنا على هذه الأرض الأم التي يعني احدود بظهرها وضعف جسمها وشاب شعرها من أجل من؟ من أجلك ذلك الأب الذي عمل صباحا مساء احدود بظهره وشاب رأسه من أجل من؟ من أجلك أمك وأبوك ماذا تفعل معهم اليوم؟ إن كان يوم زيارة اجعل الزيارة اليوم مميزة هل جربت اليوم هل فكرت أن تشتري لها وله هدية؟ هدية أمي وهدية أبي قد تسأل الأم شلو المناسبة؟ قد يسأل الأب ليش؟ قل لا لا أنا عندي هذا اليوم إن شاء الله كل سنة في رمضان سأعطيك هدية وأعطيك هدية هل جربت الآن إذا كانت أمك في بلد ثاني أنت تصل عليها؟ إذا كنت تعطيها خمس دقائق اجعلها ربع ساعة هل جربت؟ أخي الحبيب إن كانت أمك قد توفيت أو أبوك أن تزور قبريهما اليوم أو تصلي الليل وتدعو لهما أو تخرج شيئا من الصدقات تحتسبه لهما سو أي شيء أنا ما أتكلم عن الذي أغضب أمه ولا أغضب أباه هذه مشكلة كبيرة ما تغرب شمس اليوم أو ما تطلع الشمس غدا إلا بإذن الله قد أرضيتهما لا تؤجل اليوم يوم الأم اليوم يوم الأب إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اللي ما جرب حياته يقبل إيد أمه وأبوه اليوم يروح يقبلهم اللي ما جرب يجلس عند رجلها فثم الجنة تابون جنة؟ ترى عند رجل أمك اليوم يجرب اللي متزاعل وياها يروح أهوى بس يا شيخ أمي اللي غلطانا بس يا شيخ أبوي اللي ما يبيني لا اليوم رمضان اليوم يا باغي الخير يقبل يا باغي الشري أقصر فرصتك أن الشياطين مصفدة فرصتك أن الإيمانيات والروحانيات وجو رمضان يجعل الحجر يلين شلون أمك وأبوك اليوم ما فيه تأخذ عيالك زوجتك أنت بروحك تروح تجلس عندها تتفطر وياها تعزمها عندك في الفطور تجيها بعد التراويح قبل التراويح توديها معاك إش رايك تعرض عليها إذا كنت استطيع إش رايك تعرض عليها يم أبي أروح عمرة عمرة برمضان إش رايك أخذك معاك تقول شيخ زحمة لا لا الله بيسهلها وأمك إذا كانت تحب العمرة وكذلك أبوك هم يشيلونك ما أنت اللي تشيلهم ترى أهم ما رح تلقاهم في المسجد أكثر وقتهم أهم اللي نادونك للصلاة مو أنت اللي تروح الكبار حبهم من المسجد أكثر ترى مني أنا وياك احرص على عمرة في رمضان مع أمك وأبيك طيب ما تقدر أمي أمي توفت يا أخي أنت معتمر عن نفسك اعتمر عن أمك مرة ثانية اعتمر عن أبيك مرة ثانية اجعل هذا العمل برا بأمك وأبيك فرصة وبالوالدين وبالوالدين إحسانا الله يقول يعني موت بره بس لا احسن بعد زيادة سووا اللي تقدر عليه نبي اليوم ابتسامة أمك ابتسامة رضا ابتسامة أبوك ابتسامة رضا رضا الربع الزوجل في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين شد حيلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر